أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيب أن حكومته اتفقت مع الحكومة التونسية على تسوية كل الديون المستحقة على الدولة الليبية وقال دبيب في مؤتمر صحافي أن الاتفاق شمل أيضا توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين وكذلك استكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة برأس أجدير وإلغاء كل القيود على حركة السلع بين البلدين كما اتفقت طرفان على تأليف فرق أو فريق لمعالجة أزمة تشابه الأسماء التي تعرقل المسافرين الليبيين في المعابر الحدودية توحيد الإجراءات الجمركية وتسهير الخدمات في المعابر الحدودية فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين هي أبرز الإجراءات التي تمخذ عنها لقاء دبيب وبدن رئيسة الحكومة التونسية أكدت استعداد تونس للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الليبية تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع والحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة طبعا إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي تم الاتفاق وحقيقة جاءنا بروح إيجابية اتفقنا أو وجهنا لكل الوفد الليبي لتسويت كافة الديون لعلي تونس وأعقد أن هذا قرار أتخذ أننا سنسوى كافة الديون سوى الصحية في المستشفيات أو في الكهرباء أو في النقل الجوي وهذه الحقيقة جاءنا بهذه المبادرة وبعون الله لما نرجع ستسوى كل الديون بعون الله طبعا تم الاتفاق على توحيد الإجراءات الجمهورية وهذا شيء كبير جدا زيارة الدبيبة تأتي بحسب متابعين بعد فطور في العلاقات بين الطرفين وبقطع النظر عن حجم الاتفاقيات المبرمة الآن الزيارة قد تغفي ديناميكية لجهة التبادل الاقتصادي بين البلدين زيارة اليوم لرئيس الحكومة الليبية مع الوفد الوزاري اللي كان موجود معاه هي دليل على أهمية تفعيل العلاقات التونسية الليبية لأنه في الفترة الماضية كان فم نوع من الفطور حسب ما تم الأعلان عليه اليوم من بعض اللقاءات اللي صارت بين الوفد الحكومي التونسي والوفد الحكومي الليبي فسيقع ممكن تفعيل عديد المشاريع السابقة الرئيس التونسي قيس سعيد جدد للاستقباله لعبد الحميد الدبيب التأكيد على موقف تونس الرافد لما اعتبره تدخلا خارجيا في الشأن الليبي داعيا إلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا لنزع فتيل الأزمة هناك كما أكد على ضرورة الترفيع في التعاون الاستثماري بين البلدين ويرى متابعون أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي قد تساهم في تعميق التعاون بين البلدين وقد تعيد تونس مجددا إلى الواجهة الليبية بلا المبروكة الحرة تونس ينضم إلينا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاج أستاذ إسلام تعزيز التعاون في مجال الطاقة توحيد الإجراءات الجمركية تعزيز أيضا التباذل التجاري وإلى ما هناك من تفاهمات بين البلدين ما أهمية ما يجري اليوم بين طرابلس وتونس مساء الخير عليك أستاذ جو على جميع مشاهدينكم طبعا أكيد في تداعيات لهذه الزيارة طبعا ننسى أن الخلاف الذي حصل ما بين السيد بيبو وتصريحاته في إحدى كلماته في طرابلس والتي رمى فيها المسؤولية على تسرق أو دخول بعض الأراصل الإرهابية إلى ليبيا وذلك ردا على أيضا تصريح لأحد المسؤولين التونسيين بأن الأرهابية أو بمعنى صح أن بعض الأصر الإرهابية متواجدة في ليبيا وتدخل إلى تونس بغية لجلب إضطرابات أو لإطارة فوضى أو عمليات إرهابية من هنا طبعا الزيارة هذه أتت نتيجة هذا التوتر في التصريحات المبينة للبلدين وأيضا لا ننسى أن الوضع المتقلب في الدول المغاربية يعني خصوصا ما بين الجزائر والمغرب وحتى القمة الأخيرة التي حلتت في الجزائر وما حلت فيها من تباين كبير يعني لا زالت الخلافات موجودة بين بعض الدول المغاربية أيضا لا ننسى أن السيدة بيبة وما يحيط به الآن من بعض العزلة أو القليل من العزلة الداخلية في الداخل الليبي والذي يحاول أن يخرج من هذا الطوق الذي هو موجود فيه حاليا خصوصا بعد العديد من الجهات السياسية والتي تعتبر قد رجعت في توفقاتها مع السيدة بيبة فهو يسعى إلى التأكيد بهذه الزيارات الخارجية وخصوصا إلى تونس هي ابتدأ بتونس هو التأكيد عن أنه هو السلطة الشرائية الوحيدة الممثلة لليبيا خصوصا لا ننسى أن الوفد الرفيع المستوى الذي ذهب معه هو زيادة للتأكيد لتونس بأن أي وعود أو أي اتفاقيات قد تحدث ما بينه وما بين الحكومة التونسية سوف تكون أكيد ثابتة وراسخة وأنه قد أحضر معه مثلا المحافظ مصرفي بالمركزي الرئيس الديواني المحاسبة في ليبيا أيضا وزير العمل ووزير الاقتصاد وغيرهم من الشخصيات البارزة أستاذ إسلام هذه الزيارة كما تقول يعني تأتي بعد فتور في العلاقات بين الطرفين وتحديدا بعد ما قاله أدبيبة ولكن هذه الديناميكية التي ممكن أن تضاف على التبادل الاقتصادي بين الطرفين بسبب هذه الزيارة إلى أي مدى ممكن أن ينعكس أيضا ديناميكية في السياسة بين الطرفين طبعا يجب أن نرجع قليلا للوراية هناك اتفاقيات قديمة ما بين تونس وليبيا وكانت ليبيا من أولى الدول الدائمة لتونس أكثر حتى من دول الخليج في أيام النظام السابق فهناك اتفاقيات سابقة ولكن تم تجميد هذه الاتفاقيات أو عدم العمل بها بالصفة الكاملة كما كانت فيه قبل 2011 فسيدة دبيبة يحاول أو يسعى من جديد أن يحرك هذه الاتفاقيات سواء كانت تفاقيات جماليكية أو تفاقيات تجارية أو تفاقيات حدودية ما بين البلدين طبعا هنا النظرة السياسية أو الدبلوماسية التونسية تنظر من الجانب الاقتصاد أكثر منه إلى الجانب السياسي الحقيقي ولكن سيدة دبيبة هنا يريد استغلال هذا الوضع وانتهاز الفرصة في الوضع الاقتصادي في تونس والذي يعاني ويعاني من مدة ثلاث سنوات ماضية فهو يريد انتهاز هذه الفرصة لكي يقدم أو يطرح أمام تونس أو الحكومة التونسية خصوصا أنه يستطيع أن يقوم بتقديم هذا الدعم وما يطلبه من هذا كله هو أن يكون له مساندة أو دعم سياسي خصوصا أن نعلم أن تونس من الدول التي لديها سياسات متوازنة ومتزنة أقصد أكثر مع الدول خصوصا الدول الداخلة في الصراع الليبي أو المتدخل في الشأن الليبي إذن هنا هو يريد استعمال تونس سياسيا بالقدر الذي تونس ترجو أن يكون لهذه الزيارة مدودات اقتصادية قد تخفف من العبء الموجود على الحكومة الحالية فمن هنا طبعا السيدة البيبة أكيد أن في هامش هذه الزيارة سوف تكون هناك أكيد لقاءات هنا أو هناك مع بعض خصوصا أن غالبية سفراء الدول الغربية وخصوصا ذات الشأن القوي في الأزمة الليبية سفراءها موجودين إقامتهم في تونس وهم سفراء تلك الدول في ليبيا ومع هذا الوفد الرفيع أنا أؤكد وأعزم أنها ستكون هناك لقاءات هامشية تهم السيدة البيبة أكثر من أي وضع اقتصادي قد يستطيع أن يقدم هذه الوعود مثل ما حدث معه في التقارب في بداية استلامه للسلطة مع مصر شكرا أستاذ إسلام الحاج وعادة 33 مليار والتي لم يستطع السيدة البيبة الكاتب والمحل الأسياسي إسلام الحاج من طرابلوس شكرا لوجودك معنا